السلام عليكم ازايكو عاملين ايه وحشتوني جدا جدا النهاردة ان شاء الله فيديو كده حلو مع بعض او من الفيديوهات اللي انا بحبها وناس كتير بتحبها في ناس كتير مش بتحبها ويبتتدايق من الفيديوهات دي فلي بيتدايق منها ياريت ما يتفرجش عليها النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض السردين هنخليله كده مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة علشان طبعا اول يوم العيد بنأكل بقى سردين بنأكل في سيغ بنأكل رينجا فكل الحاجات دي بتبقى تكوس يعني اول يوم العيد في ناس مش بتاكلها اول يوم العيد في ناس ممكن بتاكلها تاني يوم او تالت يوم بس يعني هي معروفة ان هي بتبقى اول يوم المهم ندخل بقى ايه في الموضوع على طول انا هنا معي كيلو سردين زي ما انت شايفين هو من صغير اوي ولا كبير اوي يعني وسط ومعي هنا العلبة اللي انا هحط فيها انا مستخدم العلبة دي ليه علشان لو بقى يعني ان شاء الله بعد اما خلص بعد اما سردين يستوي وكده العلبة دي على طولها رمية لاني طبعا بتبقى فيها ريحة اللي هي ريحة التخليل وكده فبتبقى مش حلوة فبدل ما تحطي من علبة انت بتستخدميها علبة التلاجة او كده فحرام يعني فالعلبة دي رخيصة جدا العلبة باتنين جنيه او تراتة جنيه ولورة من ايها يعني مش هنزعل عليها تمام معي بقى هنا كده ملح انا هنا مستخدمة الملح الخشن ملح الخشن او ملح الصخر بيبقى عبارة كده عن قطع ملح كده يعني عاملة زي التوب كده تمام الملح ده حلو جدا علشان يعني السردين بياخد الملوحة اللي هو محتاجها وبعد كده خلاص شكرا لكن الملح اللي هو الناعم بتاعنا بتاع الاكل دوت يعني السردين او السمكة بتمتص الملح كله لانه طبعا بيدوب بسرعة لكن الملح ده ما بيدوبش بسرعة فانا هنا معي كده حوالي 3 او 4 معالي من الملح اللي هو الصخر ده وحط عليه شوية من الكركم وشوية من الشطة وقلبتهم كده ببعضيهم وببتدي ان انا ارص السردين زي ما انتوا شايفين بالشكل ده برص كده ناحية يعني كل مرة عكس التانية ناحية كده برصها كده من عند الراس والناحية التانية من عند الديل وهكذا وما بين كل طبقة وطبقة بحط رشة ملح زي ما انتوا شايفين طبعا السردين ده اول ما جبته غسلته كويس يعني شطفته كده بالمية من بره كويس وبعدين وقفته كده في مصفة وصيفته لحد لما يصفة حوالي قعد ساعة معايا يعني صيفته ساعة كده او ساعة ونص وبعدين روحت من الشفاء بعد ما نزل المية اللي فيه او الدم اللي فيه ابتديت ان انا نشفه بمنزيل عندي او لو عندي فوطة انت مستغنية عنها او مش بتستخدميها تبتدي ان انت تنشفي بيها بحيس ان هو ما يكونش فيه ولا نقطة مية تمام كده وبعد كده ابتديت ان انا رصه في العلبة زي ما انتو شايفين بالشكل ده طبعا الفسيخ الفسيخ السردين اللي احنا مستخدمينه هنا ده حجمه صغير فمش هياخد معنا وقت يعني من 4 ل 5 تيام بالكتير قوي تقدر انك تفتح عليه وهتلاقيه استوى بقى جميل جدا يعني مش هيتطول معنا هيقعد 10 تيام او ازيد لا انا قبل كده كنت عاملة فيديو على القناة بس كان سردين اكبر من كده فقعد معي حوالي 10 تيام لكن ده هياخد من 4 ل 5 تيام وهيطلع معاك جميل جدا ومظبوط وهيبقى تحفة التحف وكمان ارخص من برا بكتير بكتير برا يعني بيبعو غلي جدا انا هنا جايبة كيلو سردين ده وتعامل 25 جنيه انا كنت جايبة طبق من برا من المحلات اللي هي ببيع الرنجة والفسيخ والحاجات دي طبق في حوالي 6 سردينات زي اللي انا حطوهم كده او اصغر شوية ب17 جنيه تمام كده مبتديت حطيت عليه شوية من ازداد وكمان حطيت ورق لورة وكمان احط شوية من انا كنت فاكرة اسمه بس انسيته شوية من الروزماري شوية بسيط جدا يعني رشة كده يا ربا لو سطر حد هنا متنسوش تحطوا لايك الفيديو وتشتركوا في القناة لو انت اول مرة بتشوفوه خلاص كده انا خلصت هبتدي بقى ان انا اقفل علي الكيس كويس جدا واقفل علي العلبة بالشكل ده ولو مش هتستخدموا العلبة دي استخدموا علبة تكون محكمة الغلق علشان يطلع معاكو كويس وما يحصلوش اي حاجة اشتركوا في القناة